بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم MyFundedFX الحقيقة أن MyFundedFX في الأوين الأخيرة عملت تحديثات عديدة على الحسابات الخاصة بها إحنا شايفين أن الشركة بتتقدم بشكل ملحوظ جدا من ناحية المدفوعات من ناحية حاجات كتيرة لحقيقة وإضافة المنصات المختلفة هم عملوا إيه بقى الفترة اللي فاتت ديت أقول لكم عملوا إيه لقوا الخطوتين برو المرحلتين برو ده لغو بقى مرحلتين فقط يعني كان الأول في المرحلتين فيقول لك عشرة بالمئة وخمسة بالمئة تمام؟ اللي هو التراجع الكلي عشرة بالمئة والتراجع اليومي خمسة بالمئة وكان التارجط عشرة بالمئة عشرة وخمسة لأ ده لغو علشان هم عملوا حساب التلت مراحل تمام؟ طيب أدخل المرحلة الوحيدة ولا أدخل المرحلتين ولا أدخل التلت مراحل المرحلة الوحيدة مشكلته هو التراجع المتحرك تمام؟ لكن أكتر أكاونت هتعرف تطلع منه فلوس عن تجربة يعني المرحلة الوحيدة ده هتعرف تطلع منه فلوس ولكن مش هتعرف تطلع منه فلوس في الحسابات الصغيرة يعني لو أخدت أنا جايلك من المستقبل لو أخدت حسابات صغيرة هتخسرها في التراجع المتحرك حزاري وإياك محدش يضحك عليك ويقول لك تعالى ادخل حساب مرحلة وحيدة حساب صغير هتخسره اسمع الكلام هتخسره ما ما كنت محترف تراجع المتحرك ده مصيبة كبرى في الحسابات الصغيرة تمام؟ فخلي بالك من الحاجات ده طالما عرفت ان الشركة تراجع المتحرك ما تدخلش معها حساب صغير خالص تمام؟ تبدأ بقى معها بداية من الحساب المية يعني يمشي معك شوية لكن المتين والتلتمية هيكونوا في غاية السعادة هتكونوا انت بتاجر عليهم خصوصا من التلتمية طيب هقول لك المرحلة الوحيدة التلتمية ده هيكون مطلوب منك ايه هيكون مطلوب منك عشرة بالمئة يعني هقيمة هو عايز منك تعمل تلاتين الف دولار تمام كده؟ طيب تلاتين الف دولار خلي بالك المرحلة الوحيدة ده لما تيجي تسحب كل الفلوس يقول لك ايه؟ لا حبيبي انت هتسحب كل الفلوس خلاص يبقى انت كده خلاص الحساب هنسكره لك بعد السحباية ديت لازم تبقي على ايه؟ على التراجع الكلي تمام؟ التراجع الكلي ده لازم يبقى موجود يعني فوق الستة بالمئة تسحب تمام؟ طيب دي مشكلة اه طبعا مشكلة لكن انا بالنسبة لي اه سكر الحساب ايه هي المشكلة؟ هتسكر الحساب؟ سكر الحساب لكن انا هسحب كل الفلوس عملت مثلا اه عشرين الف فانا نصيبي لو تسعين بالمئة اه اه تسعين بالمئة اه تمانتاشر لوو تمانين بالمئة اه ستاشر ستاشر الف سكر الحساب والحساب كله بكام؟ فعمل اه الفكرة بس انا حصلت ايه؟ على الستاشر الف وحصلت على الاسترداد الخاص بالحساب خلاص وابدأ حساب جديد بس استفدت من الشركة اللي انا دفعت الف وحصلت على ستاشر طيب انت حكيت العشرة بالمئة ديت حلوة تمام اه الرفع معهم واحد لمئة في الحساب ده فدي برضو كويس اللي هو تراجع اليومي اربعة بالمئة اربعة بالمئة ديت هتتعيبك برضو في الحسابات الصغيرة الاربعة بالمئة لان اربعة بالمئة مثلا في الحساب العشرة تلاف انت بتكلمني في ربعمائة دولار فهي قليل لكن في التلتميت الف انت بتكلم في اتناشر الف دولار تراجع يومي طب في المتين في المتين انت بتكلمني يعني تمن تلاف فحلوة تمشي فعلم تمن تلاف دولار تراجع يومي دي حلوة تمشي تمام في يعني تعرف تعمل العشرة بالمئة طالما فيه تراجع اه تمن تلاف تمام مطلوب منك تلاتين الف تمام اتراجعوا الكل ستة بالمئة ستة بالمئة يعني كام يعني تمنتاشر بقى تمنتاشر الف في الحساب اللي هو التلتمية تمام واثناشر الف في حساب المتين اه الاثناشر الف دولات بقى عمالين يتحركوا معاك يعني بقيت اه متين وخمستاشر تمام متين وخمستاشر يبقى بدل ما كنت التراجع الكلي عند متين لا التراجع الكلي لما لما وصلت ال متين واثناشر التراجع الكلي عند متين لما وصلت المتين وخمستاشر اخص مل액 20 تبقى متين واثلاتة انت اول ما استلمت الحساب اللي هو الميتين كان التراجع بتاعك لغايت كام بالزبط كده الغاية مية تمانية وتمانين الف تمام كل ما تكسب الف ايه يتحرك معاك. كسبت بقى امتين وواحد بقى مية تسعة وثمانين. كسبت بقى امتين واثنين بقى مية وتسعين. وهكذا. فاهم? فالتراجع المتحرك ده مصيبة كبرى في الحسابات الصغيرة. تمهم? لكن انت لو شغل بعقود صغيرة ومعقولة وشغل واحدة واحدة. خلاص. انا عامل خطة في الشركة دي. بشتغلها ازاي? بشتغل انا اما ان انا هكسب في هذا اليوم الف دولار او هخسر خمسمائة دولار. واحيانا بعملها اما اكسب الفين دولار او اخسر الف دولار. تمام? بس جب ترجة خلاص. انا عايز ايه? عايز الف دولار عايز الفين دولار في اليوم وخلاص وانتهى الامر. لما بتعمل المنظومة ديت وبتحترمها وبتلتزم بادارة رأس المال. هتلاقي نفسك بعد شهر بعد اتنين بعد تلاتة لا بتعمل فلوس. فهمل الموضوع. ليه? انت طالب مني كام? انت طالب مني عشرة بالمائة. يعني تلاتين الف. فالتلاتين الف ديت هقدر اعملها لك في شهر اتنين تلاتة. اعمل لنفسك تلات شهور. تمام? بس اصبح معاك حساب كنز معاك كنز. تقدر تطلع منه فلوس. تمام? طيب انا بالنسبالي اه حساب التلتمية اللي هو المرحلة الوحيدة حساب حلو. حساب حلو وسهل. تمام? في الشركة ديت. اه لكن بيعيبوا زي ما قلت لك اللي انت ايه? اه هتسحب الفلوس كلها ويسقلك الحساب وتبدأ من جديد. تمام? لكن حساب المرحلتين مفهوش الكلام ده. تراجع سابت. فطبعا تراجع سابت ده جميل. ولما تاخد حساب التلتمية الف ده اجمل واجمل. طيب مطلوب منك كام? تمانية بالمائة وخمسة بالمائة تلاتاشر بالمائة هل ده افضل من حساب المرحلة الوحيدة? طبعا افضل بكتير من حساب المرحلة الوحيدة. تمام? الحساب ده افضل بكتير من حساب المرحلة الوحيدة. حساب المرحلة الوحيدة اللي هو انت بتعمل تلاتين الف. هنا بتعمل تسعة وتلاتين الف. تمام? لكن تسعة وتلاتين الف هتعملها وانت مرتاح عن التلاتين الف. ليه? تراجع هنا تراجع سابت. تمام? ما بيبشيش معاك. ما بيجريش معاك يعني كل ما تعمل فلوس يزيد التراجع الكلي يعني هنا 8% ديت معدل كام بالزبط كده 8 على 300 يعني 24000 24000 دول بيزيدوا معاك يعني ايه بيزيدوا معاك انا استلمت الحساب ب300000 معايا لغاية 276000 تمام تقسم 24000 يطلع لك 276 دولة التراجع الكلي يعني لو بقيت 275 1999 تخسر حسابك تمام كده او لو وصلت 276 نفسها تخسر حسابك المشكلة بقى في ايه انا عاوز اعمل فلوس تعملها ازاي اعمل مغزن للقيمة الاول في الحساب ده اعمل مغزن للقيمة الاول يعني بمعنى ايه اعمل لك 10,000 8,000 في الاول تمام بعد ما تعمل 10,000 8,000 انت كده اصبح التراجع الكل كام لو هنفترض 10,000 بدل ما كان التراجع الكل 24 اصبح 34,000 في امت الحتة دا فالاجانب يعمل ايه زكي قوي روح داخل انا معايا 34 تراجع كل كل يوم انا ناوي اضحي بألفين دولار ناوي اضحي ايه افهم الكلام ده قوي ناوي اضحي بألفين دولار فيه سبيل بقى اكسب خمسة اكسب تلاتة اكسب اربعة خسرت الالفين خلاص مش يومك والله العظيمة يومك ما تشتغلش هتشتغل ليه يا حبيبي والله ما تشتغل انا جايلك من المستقبل هتخسر حسابك لو خسرت الالفين فاهم هتخسر حسابك هتقول لي لا انا هعرف كنت عملتها كنت عملتها انت خسرت حبيبي الفين لازم تكون مارن الفكر خسرت الفين خلاص مش يومك مهما كنت بقى دارس ايه ومحترف واه واه مش يومك ما تشتغلوش خسرت الالفين خلاص الالفين سهل جدا انك تعوضها لكن كل ما تشتغل وتخسر تخسر عشرة تخسر مش عارف ايه الحاجات دي بتبقى صعبة في التعويد والحالة النفسية نفسها مهما كنت يعني بارع في التحليل الحالة النفسية هتسيطر عليك تمام فخسرت الالفين توقف تمام انا بشتغل بكده بادخل كل يوم انا ناوي اخسر في الحساب ده كذا طب ربنا رضاك ودخلت وكسبت لقيت نفسك بتكسب خمس تلاف دولار في هذا اليوم خلاص هي برضو الالفين تمام هي الالفين في ناس بقى بتعملها ايه يقولك طب انا اخليها الالفين اللي كانت ايه خارج الخمس تلاف خارج الربح يعني يبقوا سبع تلاف اخاطر بسبع تلاف دولار اما اني اربح بقى ربح كبير قوي او اخسر سبع تلاف الربح اللي انا عملته في هذا اليوم مش عاوزه ويه الفين اللي انا كنت متبرع بيهم يعني للسوق انا الحقيقة كعلي يوسف بيصعب علي يعني الربح اللي انا بحققه بحس كده يعني خلاص خلاص يا رب انا الربح ده هو رأس مالي باعتبر رأس مالي بصراحة فبحافظ عليه زي رأس مالي لكن فيه ناس بتعمل كده هل اتجاهها صحيح اه لو السوق ماشي معاه خلاص ايه المانع اللي هو كسبان مثلا خمس تلاف ويضحي بالفين وسبعة تلاف ويدخل المخاطرة بحيث اللي هو يحصل على خمس تاشر الف عشرين الف وكزا لكن انا بحبش عاملها ليه لان بعض الشركات يقول يمسيكك بقى من الحتة ديت يقول لك لا انت داخلي مقامرة ماشي داخلي المتاجرة انت عمال نشط جامد وشغال وشعرف ايه وعمال تعمل عقود كبيرة لا 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 احنا مش عاوزينك فقامل الحتة ديت فالحدة دي مرتبطة بفهم القواعد الخاصة بالشركات الشركات ما بتحبش الرجل الاكتف زيادة عن اللزوم رجل النشط زيادة عن اللزوم ده وعمال يعمل لهم هيجننهم ما هو هيجنن هيفضل بقى فاهم لا مش كده تمام اه طيب يبقى احنا قلنا تمانية بالمائة اربعة وعشرين الف ده حلو جدا حساب المرحلتين اه تراجع ثابت المتين الف يوديك لستة different اشبت حلو برضو وعشر تلاف تراجع يومي خلي بقى لك هنا بقى التراجع اليومي اه كام خمستاشر الف تراجع اليومي خمستاشر الف بس هنا بقى حساب المرحلتين من حساب المرحلة الوحيدة يعني حساب المرحلة الوحيدة التلتميت الف التراجع اليومي كام بالزبط كده 12000 تمام تراجع اليومي 12000 لكن في المرحلتين 15000 تفرق معك طبعا تفرق 3000 دولار دول يفرقوا معك كتير جدا تمام لما حسابك يكون التراجع اليومي 15000 غير 12000 ولما يكون التراجع الكل سابت وليس متحرك تفرق معك لان انت في الحساب ده هتسحب من غير ما حد يقول لك هنسكل لك حسابك انت هنا هتسحب من غير ما حد يقول لك هنسكل لك حسابك فده طبعا حساب ممتاز جدا اللي هو التلتمية ده طبعا فيه خصم اللي هو ده ابريل ابريل ديل ده خصم 12.5% ورفاند استرداد 150% تمام فطبعا محترم يعني التلتمية كويس والمتين كويس تمام طيب حساب بقى التلات مراحل التلات مراحل ده فايدته في ايه انا واحد مش معايا فلوس تمام لكن الاستراتيجية الخاصة بي ما تصلحش الا مع حساب 300 انا محتاج تراجع كبير بص بقى بقى هو بيديك ايه بيديك التراجع اللي هو ايه اليومي هو اربعة بالمئة يعني اتناشر الف والكل تمانية بالمئة يعني اربعة وعشرين الف تمام معقول اه معقول ليه هو طالب منك كل مرة اا ستة بالمئة ستة بالمئة دي بتمثل كام تمنتاشر الف تمنتاشر الف يعني انت عاوز تعمل اربعة وخمسين الف بص بقى الزكاء الخاص بالشرك هو يشغلك عنده انا باجبها لك يعني بص كده مباشرة هو كده بيشغلك عنده ليه لان اربعة وخمسين الف انا هنا بعمل لك اربعة وخمسين الف لكن انا في المرحلتين انا هعمل كام تمام انا هعمل كام انا هعمل خمسة بالمئة او تمانية بالمئة تمانية بالمئة او خمسة بالمئة يعني تلاتتاشر اا يعني هعمل تسعة وتلاتين الف شفت الفرق قد ايه من تسعة وتلاتين ألف لاربعة وخمسين ألف ده فرق كام خمستاشر ألف دولار طب خمستاشر ألف دولار ليه علشان ده بألف وربعمية وعلشان ده بكام بتسعمية يعني يعني انت عشان خمسمائة دولار فرق تاخد مني ربح خمستاشر ألف دولار فانت لو معاك الفلوس لا ادخل للمرحلتين ما تدخلش التلات مراحل لو معاك الفلوس يبقى المرحلتين هتوفر على نفسك خمستاشر ألف دولار مش هتوفر هتاخد خمستاشر ألف دولار زيادة لكن فيه ناس بتدخل التلات مراحل ليه يدخلها في الحسابات الصغيرة تمام لان العشرة ألف هيبقى بسبعين دولار ويأضف إليه الخاص من اللي هو 12.5 والخمسة وعشرين بمية وخمسين دولار فده بالنسبة له هيبقى أفضل يبقى حساب التلات مراحل ده في الحسابات الصغيرة هيوفر عليك كتير يعني الخمسين ألف بمتين خمسة وعشرين فلما تحصل على 12.5 بالمئة يعني هتلاقيه بحوالي متين دولار فحساب بمتين دولار وخدت خمسين ألف حساب بخمسين ألف تلات مراحل حلو حلو يشغلك تمام حساب بمية ألف تلتمية خمسة وسبعين وتاخد 12.5 خاص برضو حلو تمام في الحسابات الصغيرة ده يعني بس الأفضل هي الخمسين والخمسة وعشرين والعشر دي حسابة الثلاث مراحل حتى اللوح العشر تلاف ده في المرحلتين هتلاقيه بكم العشرة تلاف بمية فرق 30 دولار لكن المرحلتين بيميزوا إيه اللوح عنده الخمس تلاف تمام خلي بالك الثلاث مراحل ما عندهوش الخمس تلاف المرحلة الوحيدة عنده برضو الخمس تلاف يبق mandar المرحلتين والمرحلة الوحيدة في الخمس تلاف لكن 3 مراحل لم يزوج 5,000 نعم نتمنى من الشركة انها تعمل حساب 5,000 حساب 5,000 في 3 مراحل انت لماذا لم تعملوه بالفعل 5,000 طالما انت عملته في المرحلين والمرحلة الوحيدة حساب 5,000 اعتقد انه ممكن يبقى ب 35 دولار ايه المشكلة او يعمله ب 30 دولار ايه المشكلة ويعمل عليه خصم اصبح 30 دولار فانت لما يعني تاخد كمان عليهم خاصة يعني هتلاقي نفسك بتدفع من 25 ل 30 دولار تمام ففي ناس كتيرة تبقى عايزة الحساب ده تشتغل به ايه المشكلة ان الشركة تعمل حساب ب5000 دولار تمام لكن زي ما قلت لك الحسابات الصغيرة ده لا توصل للحرية المالية الحسابات الصغيرة دي لا توصل ابدا للحرية المالية هي توصلك انك تشتري حساب كبير تمام يبقى الخلاصة بقى ادخل ايه لو معاك فلوس ادخل حساب المرحلتين لو معاك فلوس ادخل حساب المرحلتين الحسابات اللي هي الكبيرة 300 وال200 ده هيكون ممتاز جدا طب تعال بقى في الاختيارات لما تيجي تختار بقى اختار مثلا حساب المرحلتين تمام ادي اختار اختار بقى ثلاثمية الف تمام ادي سيت تريدر هو الافضل تمام سيت تريدر وبعد كده الماتش تمام لكن ابعد عن دي اكس تريد ابعد عنها تماما فتختار دي سيت تريدر هي اللي في النص فقط اللي اتعلم معاك وبعد كده بقى عايز بقى البروفي تزوده تمام يبقى 90% والكلام ده ولا وعاوز تسحب كل 14 يوم ولا لا ما تزودش على نفسك 20% انت فاهم الكلام ما تزودش على نفسك 20% لما تربح ان شاء الله يبقى عملها بقى في حساب تاني اشتري حسابات اخرى وزود الكلام ده لكن في الحساب الاولان لا خلينا بس ايه في الاول نعدي التقييم فاهم طيب انا مثلا فلوسي قليه لو عايز ابدأ ممكن ابدأ اللي هو الحساب التلات مراحل تمام وادخل مثلا اللي هو خمسين الف او هدخل الخمسة وعشرين او هدخل العشر الخمسين ما يبقى معقول والسيت تريدر برضو يعني اختار سيت تريدر تمام وهكذا طب هنكتب الكود ده الكود واحنا اختارنا اللي هو تلات مراحل خمسين الف نعمله كده اه اشتغل او من ميتين خمسة وعشرين اصبح مية ستة وتسعين يعني مية سبعة وتسعين معقول يعني انت لو تاخد حساب خمسين الف ب مية سبعة وتسعين دولار اللهي ممتاز حلو حلو لكن هو عارف اللي هو تلات مراحل برضو تعال نشوف اللي هو المرحلتين بقى الخمسين الف بمتين اتنين وستين ونص يعني اقول متين تلاتة وستين والله الفرق مش كبير الفرق مش كبير ما تدخلش نفسك في تلات مراحل علشان سبعين دولار اه في ناس مبقاش معاها بس لو مش معاك ادخل الخمسة وعشرين الف انا رأيي الشخصي ما تزودش على نفسك مرحلة علشان فلوس مرحلة يعني بالنسبة للحسابات اللي هي الخمسين الف والخمسة وعشرين والكلام ده ما تزودش على نفسك مرحلة ادخل للمرحلتين هيبقى احسن لو كان الفرق كبير كنت اقول لك لا خليك فيه التلات مراحل هيوفر عليك تمام خلي بالك التلات مراحل فييدته ايضا في حكاية الستة بالمئة ان انت زي ما بقولوا ايه بتحجز ارباح يعني واحد ممكن يوصل ل تسعتاشر الف وبعد كده يعني تسعتاشر الف ربح وبعد كده رح راجع تاني لعشر تلاف هل بتحصل اه بتحصل كتير فانت لو في هذا البرنامج اللي هو التلات مراحل انت لو وصلت ١٨ ألف هو هينقلك على طول أوتوماتيك لالمرحلة التانية تمام لكن انت لو في المرحلتين لا انت في المرحلتين زي ما بقولك انت مطالب هو المرحلتين ١٠ ألف فانت مطالب اللي انت تعمله مسلا ١٦ ألف تمام ١٤ ألف عزر في ١٠٠ ألف عايز تعمل ٢١ ألف وصلت ١٩ في المرحلتين هترجع الارباح ديت لكن في التلات مراحل خلاص اتحسبت لك اتكتبت لك خلاص تمام وعدت مرحلة فاللي هو خايف اللي هو يحصل معاه اللي هو حكاية الارباح ديت تروح خلاص اعمل المسألة ديت مفيش اي مشكلة اه اللي عاوز يدخل المرحلة الوحيدة ويقول لك عشرة بالمئة هي مرحلة واحدة وخلاص انا نفسي يعني حبيبها رغم ان انت راجع متحرك وبش عارف ايه بس ايه انا حبيب ايه خلاص صحتها من تلاتين الف لكن الافضل والاسلم هي المرحلتين تمام لكن خلي بالك بقى من نقطة مهمة طبعا انا داخلها ليه ما او استاذ علي طالما انت دخلت المرحلتين ليه داخل المرحلة الوحيدة للاسف الشديد الشركة هنا تعطيك ستمائة الف تلتمائة الف في المرحلة الوحيدة وتلتمائة الف اخرين اما في المرحلتين او تلات مراحل فيهمت الحتة ديت يعني انت كده كده علشان تزود في هذه الشركة حساب حساباتك لستتمائة الف لازم تاخد منهم حساب مرحلة وحيدة بتلتمائة الف فكده كده رشق معاك يعني كده كده هتاخدها فالمرحلة الوحيدة هتاخدها هتاخدها عايز بقى تبدأ بيها تبدأ بالمرحلتين ايا كان بس انا بالنسبة لي هو المرحلتين هو الافضل ويريت الشركة تعيد النظر مرة اخرى في مسألة العشرة بالمائة والخمسة بالمائة اللي هو اللي كان برو يعني تراجع الكل يكون عشرة بالمائة والتراجع اليوم يكون خمسة بالمائة اه هو بيفرق في التارجة التارجة هنا تمانية بالمائة والتانية هيكون عشرة بالمائة بس مش مشكلة يعني العشرة بالمائة بتكون افضل عشرة بالمائة تراجع كل في التلتمية يعني معاك تلاتين الف احسن من اربعة وعشرين الف فبالتوفيق ان شاء الله وحاول تلحق بقى الكود الخاص من ان شركة فعلا شركة محترمة انا حبيت اقوللك بقى كل الحكايات الخاصة بالشركة واشرح لك بردك القواعد الخاصة بيقاباله الهج. يعني كان ناس بتتكلمني هل بيقاباله الهج او بيقاباله الهج لكن الشركة ديت العقود فيها متبقاش كبيرة متبقاش كبيرة ايه? يعني كل مئة الف مثلا اا اا اتنين سطاندر مفيش اي مشكلة يعني عقدة بعشرين دولار ما مفيش اي مشكلة بتانتين دولار مفيش مشكلة حاول يعني ده اقصة ومحاطق ما تعمليش بقى فيه ناس بتدخل بعقود كبيرة جدا شركة ما بتحبش المخاطرة العالية تمام طب لو عملت معها المخاطرة العالية هيسكروا لك حسابك وكمان هيعملوا لك حظر مش هيمنعوك من تداول معهم مرة اخرى فخلي بالك من النقطة ديت لانها حصلت مع ناس كتير اه حصل مع ناس كتير هتشتغل بالعقل والمنطق واحدة واحدة اهلا بيك هتشتغل بقى شغل العشرين استندر والكلام ده العقود الكبيرة اوي ديت لا الشركة دي مش هتنفعك فبالتوفيق ان شاء الله وشكرا